وبعدين ولاية الفقه ديمقراطية في إيران ماكوشي اسمنا ولاية الفقه في نظام ديمقراطي دستوري ينتخب كل الناس ينتخبون ماكوشي واحد يقول أنا فقه فأفرد سيطرت عليكم نظام إيران الجمهورية الإسلامية في إيران مو نظام ولاية الفقه نظام جمهوري إسلامي ديمقراطي انتخابات فيه حتى القائد ينتخب ويراقب ويحاسب أيضا من قبل المجلس الخبراء ومجلس الشورى وحاسب رئيس الجمهورية والجمهورية الانتخب وبرلمان كل أربع سنوات فما في شيء اسم نظام ولاية الفقه مثل ما في ذهن متكلم ما عرف ما متطلع بصورة دقيقة على وضع إيران على ما دعم دح إيران فيها أخطاء كثيرة أيضا فيها ظلم أيضا ولكن النظام الدستوري مو نظام ولاية الفقه ادرسوا الدستور وشوف الوضع كله قام على انتخاب ما كواحد الله يعينه أو إمام مهدي يعينه ما موجود هشي هذا المرجعية أسوأ من نظام ولاية الفقه المرجعية الآن في العراق نظام يدعونهم كل مرجع يجي يقول لك أنا الحاكم الشرعي طيب من انتخبك؟ من عينك؟ من يحاسبك؟ وين الشورى اللي حولك؟ لا عنده مجلس شورى لا أحد يراقبه لا أحد يحاسبه يتخذ أي موقف يريد ما يتخذ أي موقف يريد حسب ما يشتهي يعني يطلع فتاوى عجيبة غريبة ولا من محاسب ولا من رقيب وما يصير تحكي على المرجع هذا خط أحمر إنه خط أحمر إنسانه هو مثلا مثلا مرجع كبير ما يطلع على الأمور الحاشية والأبناء والكذا والأسحار ويديرون المرجعية وفي لعب بالمال وفي لعب بكل شي وما أحد من يتكلم هذا المقدسين دولا فهذا النظام المرجعي أسوأ من نظام الولايات الفقه فإذن إحنا في قضايا كثيرة تؤمن أو ما تؤمن بها مو مشكلة بس أنت حافظ على خط أهل البيت الخط الحيوي لا تروح لي على القشور والطقوس والأخطاء والغلات والشيخ الفلان اللي عنده خرافات وأساطير وطي الأرض لو معاني راح وإجاب طي الأرض وما أدرش لذلك حطنا على صفحة أخذ الإسلام كما موجود في القرآن الكريم أخذ العقيدة الصافية من القرآن بدون تفاسير يعني تعسفية وتأويلات تعسفية وأمشي على طبق الإسلام في حياتك طبق العدل احترم الآخرين حريتهم حقوقهم أموالهم لا تظلم لا تسرق لا تنهب لكن هذه تعليمات الإسلام لا تقتل لا تعذل كن مسلما ومو ضروري تكون شيعي أو سني ليس ضروريا أن تكون شيعيا أو سنيا كن مسلما فقط وإن شاء الله إذا استر فرصة أتكلم لكم يعني أستعرض حوارات الأخوة وتعليقاتهم في حلقة أخرى ومحبا طويل عليكم كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر